بعدما دمر بيوتهم القصف الهمجي للنظام في السورية أو قبل أن تسقط على رؤوسهم لجأ أكثر من مليون سوري إلى لبنان بحثا عن حياة آمنة لكن الكثير منهم تقطعت بهم السبل ويعانون من ظروف معيشية وإنسانية صعبة هناك من لم يجد مكانا له ولأسرته سوى حضيرة مواشي لا توفر أدنى متطلبات الحياة الكريمة التفاصيل في سياق تقرير مراسل أخبار الآن من البقاع اللبنانية مالك أبو خير بدل من الذهاب إلى المدرسة ومتابعة تعليمهم يعيش هؤلاء الأطفال بين الدواب مع عائلاتهم فلا مكان آخر متوفرا لهم بعد لجوءهم إلى لبنان كثير من العائلات السورية تسكن ضمن مزرعة مخصصة للدواب فلا حل آخر أمامهم سوى القبول بالوضع الراحن مشبور من الوضع اللي عنا كنا عايشين فيه بسوريا وتهجرنا راحت بيوتنا راحت أراضينا وما ضل أمام هربنا وجينا هون مشان معيشة ومشان الأطفال الشايفينهم يعني بس مشان هيك يعني هربنا من الأوضع تعرفوا شون صار فينا نحن الوضع السوري جراثيم وحشرات منتشرة في كل مكان وطبعا الأطفال هم المتضرر الأول فجميعهم دون استثناء أي أحد منهم يعاني أمراضا ناتجة عن سوء وضع المكان لا والله الريحة الريحة عم تذبحهم هلا كمشتهم ساعة عم يصعلوا الصغير هذا وصغير هذا عم تجينا ريحة منهم من الخواريف تجينا بيهم حاطين مزبلزات كما تجي منهم الكوب سوادهم لبرا كمان لما يجي هوا شيئتين الريحة كلها تجي لعنا والشباب يكن فتحها وبرد وعم يجي دود وبق وصخ كل شي يجي منهم أغلب العائلات رفضت الحديث للكاميرا لقناعتها أن صوتهم لن يكون له أي نتيجة ولن يسمعهم أحد فقد ناشدوا سابقا الكثير من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية لكن دون أي جواب مالك أبو خير لأخبار الآن البقاع لبنان